في الغالب معظم المصابين ما بظهرش عندهم اعراض او بتكون اعراض تنفسية مألوفة الناس اللي بتظهر عندهم اعراض بتكون خفيفة او متوسطة او مشابه الاعراض الى انفلونز الموسمية typically cronavirus present with respiratory symptoms among those who will become infected some will show no symptoms البعض مش هيظهر اي اعراض those who develop symptoms may have mild to moderate اعراض خفيفة المتوسطة وان الاعراض بتكون مشابهة الاعراض الانفلوانزيا الموسمية يكون في عندي اعراض تنفسية ساعة بقى كافينج سنيزينج الحياة اللي زي كده يكون في فيفر المريض اللي عندي يكون جايلي عنده حمى بلاقي في دراي كاف قحة ناشفة بلاقي فيه شورتنس اوف بريست لو الشخص مش قادر ياخد نفسه بلاقي فيه صعوبة في التنفس بلاقي فيه فتيج تعب اه سور ثروت احتقان في الزور وهدك بلاقي عنده صداع بيكون في بعض الناس بيجي لهم بيرية او بون اكس بيحصل دهم الام في الاعظام وانا ان مجموع قليلة من الناس اللي بتخش بقى في الاعراض اللي هي السبير فالناس دي بتحتاج انها تتحطى على فنت في المستشفى بتحطى على جهاز تنفس الصناعي بتعمل لهم عادة بيكون بيعانوا من نومونيا وفي حالات اخرى بتوصل لدرجة انها توصل اي ار دي اس او سيبتوك شوف لما بحصلهم اكوترس بايراتري دي سي سندروم سينزل اللي انا بقبل اشوفه قدامي قال ان المريض قدامي اه عنده ديفيكالتي بريسنج او شورتنس بلاقي مش قادر ياخد نفسه بلاقي فيه وضع مستمر او قلم مستمر او ضغط في منطقة الشست اه الفيس او اللبس بيبقى فيهم اه بلوش يعني بيبقوا مزرقين وان بعض الناس بيحصل بسبب فيروس كورونا انه بيوصل لدرجة سكولوتس سواء في الليجز او في اللانجز او في الارترز ودوات من الورنينج سينزل اللي بلاقيها قدامي بلاقي ديفيكالتي بريسنج شورتنس بريسنج 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 بلوش لب بلوش لب بلوش لبوش 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 لبوشنج وطورات او في البوشنان وطورات او في اللونجز وطورات او في القوة بيكون عندي سبير غالبا بتدخل مني في المتحدث بسبب العدوى زي التهاب الريئوي وان بيحصل بيحصل وان بيحصل البيولار دامج وسيكوندري بكتيريال انفكشن وسيبسيز او سيبتيك شوك فلاها عندي جاسترو انتستنال بليدين وممكن يحصل ايكيوت كيدني انجري ليفر ديسفانيكشن مالتي اورجن فليار ثرومبو انتليزم واحيانا ديس كلا ان الفيروس بيسبب بعض المضاعفات زي رسبيراتري فليار والهارت بروبلمس والليبر بروبلمس والسيبتيك شوك واحيانا المريض بيموت بيوصل معايا لديس وان معظم الكافيد نينتين كومبليكيشنز بتحصل بسبب حاجة اسمها سايتوكين ريليس سندروم او سايتوكين ستورم لما بيتم تحفيز الجهاز المناعي بيبتد انه هو ينشر بروتنات كتير في مجرى الدم اسمها السايتوكينات وده بتسبب قتل معظم الانسجة وتدمير بعض الاعضاء اللي موجودة في الجسم وهو ده السبب الراجع لمعظم الكومبليكيشنز اللي بتحصل بسبب فيروس كورونا طبعا لحد دلوقتي مفيش كيور سابت او في علاج معين بيقدر ان هو يعالج الكورونا او علاج مخصص للفيروس نفسه لكن في شهر اكتوبر ساعة الفين وعشرين المركز المسؤول عن الامراض اللي هي الفتاكة زي الكورونا فيروس وزي الحالات التانية اللي بتحصل بسبب العدوة الفيروسية قال ان معظم الحالات تم شفاقها بسبب اعطاء دواء مضاد للفيروسات اسمه الرميدسفير والدواء ده بيتم استخدامه عالميا في معظم بروتوكيالات العلاج الخاصة بفيروس كورونا وفيه علاجات تانية لسه تحت الفحص ولسه العلماء بيحاولوا يوصلوا لعلاج ثابت لفيروس كورونا ولكن لسه لحد دلوقتي مفيش علاج محدد ومعظم الناس بتحالك في المستشفىات لو انا في حالة عزل منزلي اللي احتياطات اللي انا اقدر اخذها عشان اقدر احافظ على نفسي واقدر يحصل الريكوفر من الفيروس لو هو موجود لو الشخص مش قادر ينام او مش عايز ينام لازم يرايح من وقت الالتاني لازم الاستنزايز او المجهود اللي بيوزله ما يكونش كبير يكون من وقت الالتاني ويكون على فترات مدى بعدها وقليل لازم الشخص يشرب سوائل بشكل مستمر او يشرب سوائل كتير طيب عشان اقلل عشان اقلل عشان اقلل الالام والاوجاع اللي بتحصل سواء في العظام او في بقية الجسم تيك اسيتا مينوفين وده عبارة عن علاج بيتاخد كمسكن لو الشخص بياخد علاج سواء بقى البرد او الامفلونزا لازم ياخد كل الانجريديانتز اند او دوسز لازم الشخص ياخد الجرعات كلها تمام والا اسيتا مينوفين ليه جرعة معينة بحيث انها ما تتعداش اتهاى التلاف ميلي جرام احيانا ممكن استعمل حاجات من الاسترويدز زي الديكساميسازون وده بيستعمل عشان يعالج حالات زي الارثريتس والبلود والهرمون والاميون سيستم ديسوردرز برده ممكن يعالج الاليرجيكري اكشنز اه وما فيش علاج لحد دلوقتي زي ما قلنا ولكن العلماء بيحاولوا ان هم يلاقوا علاج ثابت ومؤكد لفيروس كورونا معنا فيروس باكسين حد دلوقتي ما فيش اي باكسين متاح علشان فيروس كورونا ولا في اي حاجة سابتة ولا توزعت على التوقع ولكن بعض التنبؤات بتقول ان قبل نهاية سنة 2020 بعض شركات الادوية هتكون انتجت باكسين امن ضد فيروس كورونا ايه هو دور النيرس طبقا لمستويات الوقاية المعروفة انواع الوقاية عموما بتعتمد على ان ازاي كنيرس اقدر امنح حدوث المرض وده بيكون من خلال ثلاث قطوات او ثلاث مستويات من الوقاية الاما بيكونو primary prevention secondary prevention and tertiary prevention types of prevention in general preventive care refers to measures taken to prevent covid-19 diseases instead of treating the symptoms the three levels of covid-19 preventive measures include primary secondary and tertiary prevention primary prevention primary prevention هدف primary prevention اصلا ازاي ان انا نمنع تطور المرض او انتشاره ودوت من خلال ان انا بدي الناس healthy education وبعمل لهم تصخيف صحي وبديهم health promotion او لو في specific protection موجودة اقدر ادها لهم علشان خاطر اعلمهم ازاي وجه الفيروس او امنع حدوثه او انتشاره حاجات بقى زي ان انا اعمل social distancing حاجات زي hand washing الماسكس الحالات اللي هي معروفة عشان خطر بتمنع او بتقلل من فرصة حدوث او انتشار المرض primary prevention of covid-19 should aim at avoiding the development of the disease or disability in healthy individual بمنع ان يحصل تطور للمرض او بمنع ان يحصل اي اضافاكم للمرض ما بين الاشخاص اللي هما healthy اللي هما كويسين ما عندهمش فيروس most population based health promotion activities such as ايه يا بقى health promotion activities المتاحة في primary prevention زي encouraging social distancing adopting hand washing practices and the correct wearing of masks to reduce risk of acquiring the covid-19 infection فرصة ان انا نقل الحدوث او انتشار فيروس كورونا ما بين الافراد education اول حاجة في primary prevention ان انا بدي health education to the community educate the people اول حاجة wash your hands ازاي الشخص يقدر يخسل ايده and water or clean them with alcohol based sanitizer this kill viruses in your hands ده علشان خاطر اقدر ان انا اقتل الفيروسات اللي موجودة في الادين بحاول ان انا بغسلهم باستمرار بـ بحاول ان انا احط alcohol sanitizer حيث ان انا بنى حدوث اا او انتشار الفيروس من ايد ل ايد practice social distancing التباعد الاجتماعي حيث ان كل الافراد يبقى بينهم مسافة على الاقل متر او مترين because you can have and spread the virus without knowing it ممكن انت تنشر الفيروس او ممكن يكون عندك الفيروس وتنشره وانت مش عارف you should stay at home as much as possible من الشخص لازم يفضل في بيته ماينزلش يقلل بالضرورة القصوى سواء بقى في شغل او دراسة if you do have to go out لو انت مضطر ان انت تخرج stay at least six feet away from others ان انت تبعد مسافة ست اقدام ما بينك وبين الاشخاص اللي حواليك برضو بعمل covering للنوز والماوس لو انا نازل وسط الناس ودو عدت عن طريق الماسكس اللي انا بلبسها اي نوع من انواع الكامامات اللي بتكون موجودة if you have covid 19 you can spread it even if you don't feel sick حتى لو انت مش حاسس بمرض ممكن يكون الشخص عنده الفيروس وبينقله وبدون احساس بانه عنده اي اعراض او ممكن يكون مش عارف انه عنده الفيروس اصلا we reclose face covering to protect others المفروض يلبس face cover يلبس اي ماسك عشان خطر يحافظ على نفسه ويحافظ على الناس اللي حواليه this isn't a replacement for social distancing وده مش بديل عن اني اعمل social distancing التباعد الاجتماعي مطلوب ولبس المسكات برضو مطلوب بحيث ان انا امنح حدوث الفيروس وقلل من نسبة انتشاره على قد مقدر فيه بقى حالات ما ينفعش ان انا احط فيها face covering او ما ينفعش احط مصك للشخص اللي قدامي لو هو under two years old لو انا عندي طفل اصغر من سنتين ما ينفعش ان انا لبسه مصك طبعا لان هو ممكن يكون بيعاني من اعراض تنفسية او ان دي حاجة ممكن تأثر على التنفس بتاعه او تسبب له مشاكل في التنفس او شخص having trouble breathing شخص ما بيقدرش يتنفس بشكل كويس ما ينفعش ان انا احط له مصك بحيث ان انا مأثرش على انه يقدر ياخد نفسه او انه يقدر يتنفس بشكل سليم شخص unconscious or can't remove the mask on their own for other reasons لو شخص مثلا مش هيقدر يشيل المصك لاي سبب من الاسباب او شخص unconscious فاقد الوعي فما ينفعش طبعا ان انا لبس الشخص ده برضو من ضمن الهيلس ادوكيشن اللي انا بديها ان انا اعمل على الشخص ان هو يلمس الفيس او الموس او ال eyes او يلمس اي سطح موجود مثلا اصطح زجاجية او اصطح ملساء بحيث انها ما يكونش عليها الفيروس ويسبب انتقل العدوى ادوكيشن برضو ان انا اعمل clean and disinfect لازم اوجه الناس ان هم ينظفوا الاسطح والاماكن اللي هم عايشين فيها والحاجات اللي هي خاصة بالاكل او الشرب لازم دايما اوجههم ان هم يستعملوا المطهرات والادوات اللي هي بتطهر الاسطح حيث يمنع برسة انتشار الفيروس على اسطح الموجودة او الاماكن اللي الناس بتحيش فيها او بتستعملها باستمرار الادوات اللي بتستعملها باستمرار طبعا اا اغلي الشخص برضو keep the personal hygiene انه يحافظ على نظفته الشخصية وياخد وقته كافي من الراحة ويعمل good exercise طب الهيرس برموشن انا كنيرس دوري ان انا اعمل هيرس برموشن ان انا اعلم الكميونيتي اديهم معلومات اثقافهم صحيا بحيث ان هم يقدروا يتعاملوا مع الامراض الموجودة او مع العدوى الموجودة وتمنع انتشارها وتمنع تواجدها من ضمن الهيرس برموشن لها لها فولو ركومنديشنز لها 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 طبعا لما بلبس المسك انا باحمي نفسي وباحمي الناس اللي حواليها بقلل من فرصة انتشار المرض ممكن انا يكون عندي المرض بس ما عنديش اعراض او ممكن انا ما يكونش عندي المرض بس شخص تاني عنده وممكن يعديني فعلشان كده المسك في كل الحالات مفيد سواء لي او للناس اللي حواليهم الكلام برضو ان انا كيفي self distancing between you and another individual على الاهل اللي يكون في اسيكس يفيد ما بين الشخص والتاني prevent infection by touching not touching your face ان انا امنع لمس الفيس والايز والنوز والماوس برضو اخسل ايدي باستمرار wash your hands if you are away from home استعمل الكوحول hand sanitizer او ان انا اخسل ايدي المدة 20 ثانية soap and water ولازم ان انا اعمل wash the hands before eating and after using rest rooms ان انا اقدر اقدمها للمريد المصاب فيروس كورونا طبعا ما فيش اي اثبات علمي على ان في علاجات معينة او في اي لقاحات معينة تقدر تحمل من الفيروس there is no proof that herbal therapies ما فيش اي علاج بالاعشاب and the teeth can prevent infection ما فيش اي اه علاج بالاعشاب ولا اي مشروبات تقدر انها ما فيش اي اثبات علمي على كده ما فيش اي اثبات علمي على كده ما فيش اي اثبات علمي ان فيه فاكسين معين يقدر ان هو يعمل حماية ضد الفيروس ان انا اعلم الناس how to keep diet and exercise طيب بالنسبة للضايت eat fresh foods everyday قزم الاكل يكون صحي ويكون طازج يكون جاهز حيث ان الشخص يقدر يحافظ على صحته بشكل كويس طيب drink enough water everyday الشخص لازم يشرب ماء كتير يشرب سويل كتير انه يكيب hydrated برضه علشان يفضل تفقد ان هو اقلل من نسبة انتشار الفيروس في الجسم eat moderate amounts of fat and oil اقلل نسبة الدهون نسبة الزيوت اللي انا باكلها بحيث ان الاكل يفضل صحي وسليم eat less salt and sugar اقلل من السكر اقلل من الملح avoid eating out اقلل من الاكل اللي هو الجاهز او الاكل اللي بيجي من برة او ان اخرج اكل برة فكل ده اتحادات عشان اقدر احافظ على الضايت يكون صحي ويكون سليم وما يسبب ليش اي مشاكل ولا يدخلني في مشكلة تسبب لي حدوث الفيروس اللي انا ممكن احافظ عليها يعني على الاقل حتى الماشي لان ده بيقدر يقلل من بيقلل من امراض اللي بتصيب الجهاز التنفسي او بيقلل من الاعراض اللي بتسببها الامراض دي كتر الاكسرسيز ولكن ما بزيلش موجود اه شديد يعني على الاقل على الاقل خالص ماشي او خطوات بسيطة يعني كل شوية اند بوتنشيالي فاتل كونديشنز كوزد باي كابد نينتين قلنا زي الكمبليكيشنز اللي بتحصل بسبب فيروس كورونا بردو مفيد في الحالات اللي زي كده انا كنرس اعمل ايرلي ديتيكشن علشان اعمل ايرلي بردو تريتمنت بحيث ان انا امنع تطور الاعراض او اقلل من فرصة حدوث مضاعفات بالنسبة للحالات اللي عندي طيب بالنسبة الحالة زي فيروس كورونا فالايرلي ديتيكشن هنا هاشمع الاشخاص سواء اللي عندهم اعراض او اللي معندهمش لان الفيروس ممكن شخص ما يكونش مصاب باي اعراض ويبقى عنده الفيروس وده هيكون عن طريق الدياجنوستيك تاستنج والسكرينينج بروسيدجور كل ده علشان امنع انتشوار العدوى هنا بردو باردو البراية او الانتشوار التفاق انتشوار الانتشوار ووافع تانيب اللي على صباح انتشوار ملشون ومن مسي سلو اعراض وانتشوار الانتشوار رانيانج انتشوار الانتشوار عارض يبقى ان انا هنا بعمل سائل الاشخاص اللي عندهم اعراض او اللي ما عندهمش اعراض علشان ابنع انتشار الامراض المعدية. اللي بتبقى خاصة بالسكندر بريفنشل بيكون فيه نوعين من المتاحة علشان القابل نانتين. ببقى فيه واندي بادي تيست. طيب بتعمل ايه? ان انا من خلال او من خلال المساحات بقدر اعرف ازا كان في انفكشن او مفيش ازا كان في فيروس او مفيش. انما بقدر من خلالها اعرف ازا كان فيه بسط انفكشن او لا. اللي عندي. اول حاجة ان انا بعمل منتور اشوف 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 بتاع البيشن. اشوف لو مسلا البيشنط عنده او في اي سمتمز موجودة عندي. ان انا اعمل منتور للاكسجين ساتيوريشن لان ده ممكن يتسبب فيه هايبوكسيا او انه يسبب نقص في الاكسجين. اعمل امنع اي حاجة او اي افرازات بتخرج من الجهاز التنفسي بتاع البيشنط عشان اقلل من نسبة حدوث او انتشار العدوى في الاماكن اللي حوالي اه بعمل اه جنب بتاع البيشنط وبعمل برضو اه اعملها بطريقة اه بحيس ان انا ما تصبش انا كنيرس. اه اقول للبيشنط ان هو يعمل كفرينج للموس وينكافنج ولو هو مش هقدر يعمل ده اعمل له انا وان هو لو شخص قدر يتكلم او فاي قدامي اخليه يلبس ماسك. تمام. احب اعلم المريض اه غسل الادين وده عشان اقلل من نسبة انتشار العدوى اه وساق بقى افتر كافنج ورسنيزنج بحيس ان هو يغسل ايده باستمرار. هستعمل الادوية اللي بتقلل من ارتفاع درجة الحرارة بحيس ان هو يبقى في النور مصيرميا درجة حرارة معتادلة وده هيبقى اه عن طريق انها بتديره ادوية اللي بتخفض درجة الحرارة. بدي للبيشنط ولو في حد معاه. علشان اه يمنع عندي سيز ترانسميشن هقول له ازاي اه ايه بتاع الفيروس ايه السيمتوم اه اللي موجود عندي اه ايه الحاجات الخاصة بالفيروس هتدي له ايديوكيشن بشكل عام. اه في البرايمر بريفنشن ممكن يكون مكانش فيه مرض اصلا وانا بحاول امنح وتصل المرض او اقلل من نسبة انتشاره. طيب في السكندر بريفنشن بحاول ان انا لحق المرض من البداية. اللي هو ممكن يكون المرض لسه في اوله. وانا بحاول ان انا اعمل كل الاحتياطات اللي عندي بحيس ان انا موصلوش لمرحلة اسو. طيب في الترشيار بريفنشن لا هو المرض موجود. والمرض وصل لمرحلة متقدمة شوية. ففي الترشيار بريفنشن انا بحاول اقلل النيجاديف امباكت او التأثير السلبي اللي هيسببه المرض. عن طريق ان انا اعمل ريستورنج للفانكشن. وقلل الديسيز كامبليكيشن. اعمل استعادة للوظائف مرة تانية. اعمل استعادة للشخص عمله وقلل الكامبليكيشنز اللي ممكن تحصل. ترشياري بريفنشن aims to improve the quality of life for people with COVID-19 disease. اهميتها ان انا احسن حياة الشخص المصاب بفيروس كرونا. عن طريق ان انا بعمل بريفنت the multiplication and the damaging effect of the virus in the lung to be particular. بقلل آآ تضاعف الفيروس اللي ما يعني لما الفيروس بيدخل اللانج يبدأ يتضاعف ويوصل المراحل اسوأ آآ زي النيمونيا والحالات اللي زي كده هتضطر ان انت تستعمل فيها وده عشان ان انا اقدر اقلل اللي ممكن تحصل. فبالتالي آآ البيشنت ممكن يخش عندي في كومبليكيشنز اسوأ فده دور ان انا استعمل الحاجات اللي تقدر تقلل من كومبليكيشنز وتقدر انها تعمل للبيشنت لو هو حصل له ركاكاري